نعم نفس الغرض علشان يبقى زي مخدح نينة بين العضمتين يعني هي الغضروف بتشبهوها لويسادة يعني بيتكئ علي زي غضريف العمود الفقري بين كل عضمتين في غضروف نعم نسأل الاتصال الجديد من العراق حازم السلام عليكم يبدو ان الاتصال نقطع نتمنى انه يعود الاتصال من جديد وده اجري اذكر بارقام طبعا التليفون من داخل الدولة طبعا ممكن تتصلوا فينا ومن خارج الدولة طبعا يبدو انه ضيعت الورقة خلاص رح نرجع نذكر بارقام التليفون بعد قليل اذا بدنا نحكي يعني كيف فينا نقلل من الام مفصل الفق في حال يعني ما بدنا نرجع للعمل الجراحية اولا الاهتمام بصحة الفم يعني ده المدخل الانتظام العضلات طبيعة الاكل اللي احنا بنكله يعني طبعا ما ناكلش حاجات طرية قوي تؤدي لعدم استخدام العضلات بالصورة الطبيعية وفي نفس الوقت ما ناكلش حاجات جمدة تجهد المفصل نفسه ويبتدي يتأثر بيها او نستخدم الفم في حاجات مش هو معمول عشانها يعني الناس اللي تحاول تكسر حاجة او تفتح حاجة بالاسنان طبعا ده اجهاد ده اجهاد على المفصل طبعا فبيؤدي الى نوع من انواع الخبطات في المفصل تؤدي الى حالة مرضية ويريته بس انه بفكره انه ممكن ينكسر الدرس او الوفسان هي فيه ممكن توصل لابعد من ذلك وهو الفك لا ده ممكن ينكسر الفك نفسه الفك نفسه ممكن ينكسر فاحنا اهم شيء عندنا ان احنا صحة الفم نعم نمرت اتنين الاهتمام بالاكل اللي احنا بنكله وطبيعته نعم نمرت تلاتة ان احنا نبتعد عن العادات السيئة لاستخدامات الفم نعم زي عد الشفاف الجزة على الاسنان اجهاد العضلات بحاجات تانية نمرت اربعة انه انا كشف دوري على الاسنان نعم عشان لو عندي درس مساوس اقدر اعالجه على طول نعم اعمل له حشو عصب لو خلعت درس واضطرت لخلع درس لا بيهد ان انا استعيد مكانه نعم حازم من العراق سلام عليكم عالو مرحبا اهلا وسهلا تفضل عدنا والله عدي بكي اهلت اكل 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 بلفك ما انا هسير صوت يعني اكل 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 بلفك ما عنها نعم ايه نحرف السابر شو السابر نعم الحالة كله عن هيدا السبب يعني صوت الصوت اللي يصدر عن الفكين وطبعا الدكتور كان عم بيخبر عن هذا الموضوع ممكن نرجع نعدله هيك بطريقة مختصرة ترقاعة نفسها للفك اللي هو الناتج عن انزلاق الغضروف وده نوعين يا اما الغضروف بينزلق ولا يرد ويا اما ان الغضروف بينزلق ويرد تاني نعم بينتك في الحالتين انه هو فيه ترقاعة والام بتبقى موجودة في موصل الفك يعني كتير الالام دي ممكن تبقى في جهة واحدة وممكن يجي في جهتين يعني ممكن المشكلة تيجي في الناحيتين بس هو في الغالب بيبتدي بنحية واحدة لو المريض اهمل يبتدي ينقل على الناحية التانية عم شوف انه اغلب المتصلين اللي عم بيعانوا من هذه المشكلة من الفتيات او من البنات ليش عند النساء يعني موجودة اكثر يعني السبب الحقيقي غير معروف يعني لكن هي كظاهرة موجودة انها موجودة يمكن بنسبة 9 الى واحد موجودة في البنات اللي هما السن من 19 لغاية 25-26-27 سنة تبقى موجودة عندهم بصورة كبيرة او عند الرجال عند الرجال في نفس السن اللي هما الشباب برضو يعني بس ما بتبقاش موجود يمكن لقين البنات اي حاجة بيتأثروا بيها بيبتدوا يعالجوا يمكن ظهور الترقاعة دي يعني ما بتخليش عاجات كتير من الشباب لكن البنات تخليهم على طول يروحوا للدكتور ويبتدوا انهم عايزين سيك التريتمنت وكده نعم رح انتبع مع حضرتك دكتور باخر طبعا يعني فقرة لقلنا بها البرنامج بعد هذا الفاصل ابقوا معنا اشتركوا في القناة يا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 نتابع هذه الحلقة من صحة وحياة مع بروفيسور محمد سعيد طبعا بدنا نحكي شوي عن نسبة نجاح يعني العلاج المرضى بالطريقة اللي ذكرناها من شوي قديش نسبة العلاج أو نسبة نجاح هذا العلاج وإذا تم التشخيص سليم زي ما أنا شرحته باستخدام أشعة الرنين وتعرفت الحالة وتم تشخيصها مصبوط واتبعت الطرق المصبوطة في العلاج يكون نتيجة ممتازة جدا مريض بيحس بياختفاء للأعراض اللي هو بيشتكي منها على طول يعني ما بتاخدش منه وقت كتير نعم أوقات يعني مبعرف شفت مقطع على اليوتيوب عم بيقولوا أنه الوسادة الصحية يعني قداش الوسادة بتأثر على موضوع يعني لما الإنسان بدونين بالليل ده بيأثر هذا الموضوع على موضوع ألام فك المفاصل يعني النقطة اللي حضرتك أصرتها دي من الأسباب الرئيسية لوجود مشاكل في مفصل الفك السوفلي يعني ساعات الناس بتحط المخدة فوق دماغها وهي نايمة أو ساعات يفضل نايم على جنبه واحد نعم فطبعا بتأثر الوضع ده بيأثر على الفك بيأثر على عضلات نفسها فبتؤدي طبعا لمشاكل في مفصل الفك السوفلي أيضا نعم من المشاكل الأخرى يعني ذكرنا موضوع الوسادة في الأشخاص اللي كمان بيستعملوا العلكة الليبان الليبان نعم بيستعملوا الليبان فطراء الليبان ده له وظيفة يعني هي ربع ساعة بالكتير بعد الأكل نعم لكن بعد كده ما يجبش أن الواحد يستعمله لأن قطرة الماد غدود بيؤدي إلى جهد العضلات نعم إجهد العضلات ينتج عنه أن المفصل يجهد نعم إذا المفصل أجهد يبتدي يدي أعراض فبالتالي إحنا بندخل المريب بتاعنا في مشاكل إحنا ما منصحش بالليبان يعني إلا بعد الأكل بفترة عشان يساعد شوية على الهضم يعني من الأوجاع اللي ممكن تنتج عن يعني مفصل الفك وآلامه ذكرنا موضوع وجع الراس هل هناك بيصير في صداع أيضا في الأنف أو في الفم؟ لا فيه صداع وفيه ألام بتبقى وصلة للرقبة فيه الوصلة للراس كل ده بيشتكي منه المريد ممكن يشتكي بألام خلف الأذن نعم كل الحاجات دي بيشتكي منها المريد طبعا مش كلهم زي بعضهم يعني المريد بيشتكي مثلا بألام طرع على الراس الناس بيشتكي بصداع وألم بيشتكي بألم في الرقبة مريد بيشتكي الألم في الأسنان مش قادر يأكل مظبوط بيقفل على جنبه الجنب التاني لا كل ده معناه أن فيه خلل في مفصل الفك أدي فيه نسبة يعني نسبة من الأشخاص المصابين بموضوع ألام مفصل الفك والله إحنا الفترة دي يعني الفترات الحديثة ديت بنشوف حالات كتير أو من مفصل الفك أو يمكن لأننا إحنا متخصصين فبعتولنا الحالات يعني فبنتطر نحن نشوف بس إذا فيه عند حضرتك مثلا نسبة داخل الدولة مثلا هل النسب كبيرة إلى حد ما ولا نسب بسيطة؟ طبعا في الدول المتقدمة بيبقى فيها النسبة عالية شوية خاصة مع التوتر والحاجات دي في الدول الصناعية الكبيرة بيبقى فيها نسبة من التوتر بيؤدي برضو إلى وجود خلل في النظام بتاع مفصل الفك طيب إذا بدأ نعطي نصايح هيك للمشاهدين لما يوصلوا لمرحلة أنه يصابوا بألام في مفصل الفك شو بدأ حضرتك هيك تعطيون نصايح؟ أنا شرحت لحضرتك وقلت لك أنه إحنا ممكن نتجنب العجات دي لو إحنا بنحافظ على صحة الفم نرجع هيك نعطيون كنيقات بسيطة عشان نجع نذكر فيه نمبر واحد أنه هو يحافظ على صحة الفم نمرت اتنين الاستعمال السليم للفم نمرت تلاتة البعد عن العادات السيئة في استخدامات الفم كيف الاستعمال السليم للفم؟ زي استخدام السليم أنه بيأكل على الجنبين عنده بيأكل بصورة متوازنة يعني ما بيأكلش حاجات جمدة قوي وحاجات طرية خالص كل خليفة النص أكل الطبيعي الخضرات والفاكة التسجر في أشخاص لأنه بيكون عندهم ألام مثلا في ميلي في درس من الأدراس عشانك بيطر يكل على ميلي الأخرى وبيتعود طالما أنه عنده درس مسبب له ألم لابد أنه هو يذهب للعلاج وإذا اضطر أنه يخلعه لابد أنه يستعيد عنه سواء بتركيبة سابتة أو متحركة أو يعمل زرعة أسنان المهم أنه يستعيد عن الفكين ولأ أسعب بيبقى عمل تركيبة ولكنها تركيبة عالية أو واطية فما فيهاش اتزان مظبوط فبالتالي بتؤدي إلى خلل أيضا في مفصل الفكين لازم يغير التركيبة دي على طول يعني يعني هذا الموضوع لازم يعني الإنسان يقلق منه لازم يخاف إذا صار عنده سمع يوما ما صوت بالفكين طبعا لأن كسرت الاحتكاك بين العظمتين اللي بتعظمة الفك وقاع الجمجمة سوف تؤدي في الآخر إلى تآكل هذه العظام وينتج عنها التهاب بقى يدخل في حالة مرضية يبقى إحنا قبل كده ده ما كانتش حالات مرضية قوي لأ ده بقى فيه تآكل في العظام فأصبح الحالة بتبقى حالة مرضية ويبتدي بقى أن تدخل جراحي أكبر من كده شوية بس أنتو آخر طريقة اللي بتلجأوا له هي التدخل للجراحي بتحاول قد ما فيكن ما تدخلوا الجراحة بالموضوع لا هي مش مسألة اختيارنا هي مسألة أن احنا بنتعامل مع الحالة تبقى لما هي موجودة عليه يعني لما يكون فيه ديسك مخروم مثلا وديسك مش مظبوط ديسك هو الغضروف نفسه هو الغضروف ما نقدرش أن احنا نسيبه لازم عيتشال ونستعيد عنه بجزء من عضلة نحطها مكان عشان برضو تحمل العظمتين لكن أنا قصدي أقول أن احنا ما بنلجأش للجراحة على أنها الحاجة نمر واحد نعم تماما مثل أوجاع المفاصل يمكن في القدمين في الساقين يعني في اليدين بالضبط كده هو نفس الكلام على أي مفصل موجود سواء في الإيدين أو الرجلين أو العضلة المفاصل الصغيرة حتى هي نفس القصة بدأت شكرك بروفيسور محمد سعيد طبعا عميد كلية طب الأسنان في جامعة الخليجة الطبية وأستاذ جراحة الفم والوجه والفكين أوفيتنا بمعلومات كثيرة ومهمة ومفيدة وطبعا يعني شكرا لوجودك معنا في هذه الحلقة من صحة وحياة شكرا كمان بدأت شكر كل مشاهدينا يلي تابعونا في هذه الحلقة وتشكر كمان كل فريق العمل في هذا البرنامج وأيضا شكر خاص للمخرجة الهامعطية وأيضا شكر لمركز أفرينا في دبي تحيي لألكون وإلى اللقاء صبحونا على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر